أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن أزمة الغداء العالمية التي يشهدها العالم حاليا ليست فقط بسبب الأزمة الأوكرانية ولكن نتيجة للأزمات المتعلقة بانتشار جائحة كورونا وتغير المنائقة وعشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلى أنه قبل الأزمة الأوكرانية كانت أسعار القمح مرتفعة فعليا بنسبة 49% نتيجة لنقص الأمطار في الصين وارتفاع الحرارة في الهند وهم الدولة الأكثر انتاجا للقمح مضيفا أنه عقب اندلاع الأزمة الأوكرانية ارتفعت أسعار القمح بنسبة 30% إضافية